تجارب العلوم الماتعة سمكة في الحوض الرسوم المتحركة هل سألت نفسك يوماً كيف تتحرك هذه الرسوم؟ ماذا نحتاج؟ مطاط عدد اثنين خرامة ورق مقوّن مربع في وسطه صورة سمكة ورق مقوّن مربع في وسطه صورة حوض مقص صمغ الخطوات واحد نلصق ظهر صورة السمكة بظهر صورة الحوض اثنان نثقب الورق المقوّى من الجانبين باستخدام الخرامة ثلاثة نثبت المطاط في كل فتحة أربعة نبرم المطاط من الجهتين بالاتجاه نفسه وننظر إلى الصورة ماذا حدث؟ نلاحظ اندماج صورتين الحوض والسمكة وكأن السمكة موجودة في داخل الحوض الفكرة العلمية ذاكرة شبكية العين تحتفظ بالصورة لجزء من الثانية وهو ما يؤدي إلى رؤية الصورة مركبة تطبيقات الرسوم المتحركة ترجمة نانسي قنقر وأ satu مهر